موصلة للأبحاث والتحريات التي يبشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمديرية العامة لمراقبة طراب الوطني تحت إشراف نيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب على خلفية تفكيك خلية إرهابية مولية لتنظيم داعش بتاريخ العاشر من سبتمبر الجاري والمتكونة من خمسة مشتبه فيهم ينشطون في كل من مدن اتمارة وصخيرات وتيفلت وطنجة بشر المكتب بتنسيق مع تقنية الكشف عن المتفجرات وخبراء مسرح الجريمة وعناصر الشرطة العلمية والتقنية زول أمس الأربعاء بشر عملية تفتيش في مرأب عمرة سكنية موجودة بحي العباد بمدينة اتمارة توجد بها شقة مملكة لشقيقة المشتبه فيها الرئيسي وذلك للاشتباه في وجود عربة للتبريد مملكة للمعن بالأمر يحتمل أن تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم رصد مكان اخفاء عربة التبريد المشكوك فيها بناء على المعلومات التي أسفر عنها البحث التمهيدي في هذه القضية خصوصا إفادات زوجة المشتبه فيها الرئيسي التي قامت بإرشاد ضباط شرطة القضائية إلى المكان المعني وحضرت جميع إجراءات التفتيش والتي أسفرت عن حجز العربة المذكورة وهي مصادة بشكل محكم مما استدعى إخضاعها لبروتوكول الأمن والسلام قبل شروع في فتحها وأضف المصدر ذاته أن إجراءات المسح والتفتيش داخل عربة التبريد المملكة للمشتبه فيه مكنت من العثور وحز ست قرورة زجاجية تحتوي على مواد سائلة قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب ومدية كبيرة إضافة إلى حويتين من البلاستيك سعة إحداهما عشرون لترا وثنية خمسة لترات تضم أمان بقايا وأثار مواد كيميائية مشكوك فيها سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية وخلص البلاغ إلى أنه تم جرد المواد المحجوزة في إطار هذه القضية وأخذ عينات منها من طرف خبراء الشرطة العلمية والتقنية كما تم الكشف عنها من طرف تقنية رصد المتفجرات قبل أن يتم خفرها ووضعها رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف